هدوء ما قبل العاصفة هدوء حذر وترقب يسيطران على القاعة العامة هنا ينتخب الرؤساء هنا ينتخب النواب رئيساً صنع خارج لبنان هنا يصبح النائب ناخباً أو مرشحاً أو رئيساً في البرلمان كل شيء يوحي بجدية جلسات الانتخاب وكل يؤكد عدم جدواها الجلسة تبدأ عند الثانية عشر ظهراً يدخل النواب وتبدأ الدورة الأولى بحضور ثلثي أعضاء المجلس أي بحضور 86 نائباً وتؤكد المعلومات أن نصاب الدورة الأولى بات مؤكداً بإعلان معظم الكتل حضورها يعلن المرشحون وهم حتى الساعة قائد الكوات اللبنانية سمير جعجع وعض جبهة النضال الوطني النائب أنريحلو إضافة إلى مرشحين من خارج السرب السياسي ويحق لأي نائب أن يرشح أي أحد لحظة افتتاح الجلسة الإقتراع السري حيث يسكت النواب اسم مرشحهم في هذا الصندوق وبعد ذلك تعلن النتائج بتلاوتها في عملية انتخابية منقولة مباشرة على الهواء ويحتاج أي مرشح أو غير مرشح للفوز بلقب الفخامة إلى أصوات سلوثي النواب في الدورة الأولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليه وتؤكد مصادر مطلعة للجديد أن العماد ميشيل عون سيكون الغائب الحاضر في جلسة الغد كتلته ستحضر وهو ليشارك أما اسمه فسيبقى مطروحا كرئيس للجمهورية لا كمرشح للرئاسة كتلة المستقبل ستصوت بمعظمها لجعجع فيما نواب الشمال ليصوت لمن اتهم بقتل رشيد طرابلس باستثناء النائبين روبير فاضل وسامر سعادي ميشيل المر ونيلة ويني ليصوتا لجعجع وترجح المصادر التزمهما مع تحالف أمل حزب الله التغيير والإصلاح وحلفائه الورقة البيضاء الكتائب ستنقسم على نفسها فتصوت مع جعجع وضده المستقلون في الرابع عشر من أذار سينقسمون كما الكتائب وحدها القوات ستصوت أكيد 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 لحكيمها عند الانتخاب يكرم المرشح أو يهان أو على أبعد تقدير ستكون الورقة البيضاء المنافسة الأبرز في معركة نتيجتها محصومة لا غالب ولا مغلوب نسي السبع قناة الجديد